أنتقل إلى الدكتور أحمد ولكن قبل ذلك دكتور أحمد نستمع إلى هذه التصريحات على ما يبدو التي أشير لها أول أخبار العاجلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمينة تانيهو يقول أن أزمة الثقة مع يوآف غالنت تطورت ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب بنكفير بالتأكيد من أكثر المتحمسين لإقالة يوآف غالنت يقول غالنت ظل عالقا في مفاهيم لا تسمح بتحقيق النصر المطلق حينما نسمع حديث بنكفير عن نصر مطلق الآن ربما يمكن أن يتحقق بعد ذهاب غالنت هل يعطينا هذا مؤشرات حول الطريقة أو الاستراتيجية العسكرية التي ستتتخذ أو سيتبعها الجيش الإسرائيلي لاحقا في القطاع بدرجة الأولى لا أنا أعتقد أنه في شمال القطاع غزة يتم سقوط سردية إسرائيلية تم تغذية العالم بها بشكل مضلل بمعنى أنه الآن يعاد احتلال قطاع غزة من جديد ونكتشف أن هناك مئات الألاف من الناس الذين لم يغادروا قطاع غزة رغم أنه تم احتلال قطاع غزة منذ البداية بالتالي ما الذي تريده إسرائيل من شمال قطاع غزة يعني ما يجري هو عمليا خلط هائل ما بين الجباة العسكرية وجباة مدنية إسرائيل قطعت هذا الخط قطعت تماما الآن تقاتل مدنيين هي تتورط في دم المدنيين تقتل الناس المدنيين جير المسلحين وتقول أنهم مقاتلين حماس وتقدم سردية من أكذب ما يمكن وبالمناسبة ما تقوم به الآن إسرائيل تضرب كل مكان مدني البيت مركز الإيواء المستشفى حتى المخبز كل شيء وبالتالي ما يجري أولا ليجب أن نصبه وصم أخلاقية بالإضافة أنه هناك سقوط أيضا للرواية الإسرائيلية التي تقول أنه دمرت 80% من مقدرات حماس طيب ما الذي يجري فيه شمال قطاع غزة والمقدرات حماس اللي عمليا إسرائيل تعود مرة أخرى لتدميرها لا في شمال قطاع غزة ما يجري وأيضا بالإضافة لما ذكروا صديقنا عصمت أنا برأيي أنه عمليا إسرائيل تريد أن تثبت واقع سياسي أمني جديد للفلسطينيين بمعنى ترسم مستقبل سياسي وأمني جديد بمعنى إسقاط حل الدولتين فصل بين قطاع غزة والضفة الغربية الترحيل والتهجير ما زال قائم بمعنى التهجير بظروف معينة تهجير في قطاع غزة وقد ينتقل إلى الضفة الغربية نحن أمام برنامج ورؤية وعقلية مش بس عنيفة وخطيرة أيضا مش بس على الفلسطينيين وعلى الكريم أيضا